يجتمع وفد من رجال الأعمال المصريين برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبدالوهاب بالعاصمة المجارية بودابست مع مسؤولين حكوميين من الجانب المجاري وذلك بهدف تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين سيتم خلال هذه اللقاءات استعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار لاستقبال استثمارات جديدة كما سيفتتح رئيس هيئة الاستثمار فعليات منتدى الأعمال المصري المجاري الذي تشارك فيه كبرى الشركات ورجال الأعمال من الجانبين